طبعاً النهاردة كمان في كلمة الرئيس عرض رؤية مصر بشأن أسس تعزيز التعاون ما بين الجانبين الأفريقي والروسي وأكد خلال كلمة أن الدول الأفريقية زاد سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي وتبحث عن التنمية المستدامة اللي بتحقق مصالح شعوبها أولاً ويتعين أن تبقى بمنأة دائماً عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة واسمح لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاول التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعمق التعاون القائم تحت مظلة شراكاتنا الاستراتيجية أولاً إن الدول الأفريقية زاد سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً ويتعين أن تبقى بمنأة عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة ثانياً إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاس المساق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية لنزاعات والحفاظ على سيادة الدول وواحدة أراضيها بجانب ضرورة التعامل مع جزور ومسببات الأزمات لا سيام تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإسكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج أليات النظام الدولي متعدد الأدراف شكرا